السلام عليكم اهلا بيكو في مطبخ موني النهاردة هنعمل مع بعض بيتزا جميلة جدا واقتصادية من غير اي نوع دقيق وكمان من غير دقيق لوز ومن غير سليم مكوناتها بسيطة جدا وطعمها اكتر من رأة بيتزا لوكارب خالية من الجلوتين ومناسبة للكيتو دايت وكمان مناسبة لمرضى السكري المتابعين لنظام الكيتو وطبعا مناسبة لمرضى حساسية الجلوتين طريقة تحضيرها سهلة واقتصادية يلا بينا نعملها مع بعض اول حاجة هنبدأ نجهز القاعدة بتاعت البيتزا انا معايا هنا سمسم وطبعا لازم يكون سمسم متحمص والافضل نحمص السمسم في البيت يا جماعة علشان اللي بنشتريه بيكون متحمص بزيادة فبيدي طعم مر انا محتاجة من السمسم دا نص كوب بعد الطحن فهنجيب دلوقتي المطحنة او الكبة الصغيرة وهنحط فيها كمية من السمسم وبعد ما تحنى السمسم هنجيب دلوقتي الكوب العياري معيار نص كوب وهنبدأ نحط فيه السمسم المطحون خلاص كده جاهز معانا السمسم هنقول مع بعض بقى باقي مكونات القاعدة بتاعت البيتزا هنجيب دلوقتي طبق وهنحط فيه السمسم اللي احنا تحنىه نص كوب من السمسم وكمان انا حابة ان انا اضيف كده في العجينة بتاعت البيتزا احط زعتر وده طبعا اختياري تحطوه او لا على حسن ما انتوا عايزين فانا احط دلوقتي بمعيار معلقة الطعام معلقة مليانة من الزعتر وكمان هنضيف بيكين بودر احط نص معلقة صغيرة وهنقلب دلوقتي المكونات الجافة مع بعض وهجيب الكبه اللي كنت طحنا فيها السمسم واحط فيها دلوقتي بيضة حجمها كبير وكمان معايا مربع واحد من جبن المراعي وممكن نحط بداله معلقة كبيرة من جبن القريش او اي جبنة بتحبوها وهنضيف دلوقتي حوالي معلقة صغيرة من الخل نخل هنا في ايديته علشان الزفارة بتاعت البيض وكمان بيخلي العجينة بتاعت البيضة تكون نافشة شوية وهنضيف كمان رشة بسيطة من الملح وهنشغل دلوقتي الكبه علشان البيضة والجبنة يختلطوا مع بعض كويس وبعد كده هنحط الخليط بتاع البيضة والجبنة فوق الخليط بتاع المكونات الجافة وبعد كده هنقلب المكونات كلها مع بعض كويس وبعد ما قلبنا المقونات كلها كويس مع بعض بالشكل ده انا نسيت احط زيت الزتون فاحط دلوقتي معلقة كبيرة من زيت الزتون وعايزين تحطوها اولا على حسب ما انتوا عايزين بس فايدتها هنا ان هي بتدي طعم حلوة قوي لعجينة البيتزا وكمان بتخليها طرية ما تكونش نشفى فانضيف دلوقتي بمعيار معلقة الطعام معلقة واحدة بس من زيت الزتون وهنقلب كده المقونات كلها مع بعض كويس وهنسيب بقى العجينة ترتاح كده خمس دقايق لغاية لما السمسم يمتص كل السويل اللي في العجينة ودلوقتي هنبدأ نخبز قاعدة البيتزا انا معايا هنا صانية مقاس اتنين وعشرين وهنحط عليها ورق زبدة ولازم يا جماعة ورق الزبدة يكون نوع نضيف يكون مكتوب عليه ورق خبز وهنضيف دلوقتي الخليط بتاع القاعدة بتاعة البيتزا بيكون معانا بالقوام ده بيكون سايل شوية كده عادي ما فيش اي مشكلة هو بعد كده هيمسك في الفرن بنحط دلوقتي الخليط وبعد كده هنوزعه كويس كده نملة بيه الصانية كلها الصانية دي يا جماعة مقاس اتنين وعشرين هنبدأ دلوقتي نفرد كده الخليط بتاع قاعدة البيتزا ونوزعه كويس كده فوق ورقة الزبدة هنملة صانية كلها بيه بالشكل ده وبعد ما فردناها ووزعناها كويس بالشكل ده هتحسه ان الطبقة بتاعة القاعدة بتاعة البيتزا رفيا ما تقلقش ابدا هتنفش وحجمها هيزيد في الفرن وهندخلها دلوقتي على فرن سخنة على درجة حرارة مية وتمانين بنسيبها كده جوه الفرن عشر دقايق لغاية لما تبدأ تدخل في مرحلة السوا بنسيبها بس عشر دقايق مش اكتر من كده طبعا بتكون لسه مستواتش وفي الوقت ده هنبدأ نجهز الحشوة بتاعة البيتزا انا معايا هنا فصين طوم كبار احط عليهم دلوقتي نص مكعب من الزبدة نص مكعب الزبدة ده خمسة جرام يعني نص معلقة صغيرة من الزبدة وهنشوح دلوقتي التوم وبعد ما التوم اتشوح معانا بالشكل ده انا معايا هنا مفروم فراخ معايا سدر فلخة صغير خلية طبعا من الجلد والعظم وفرمطه في الكبة طبعا ممكن تحطوا الحشوة اللي انتوا عايزينها ممكن تحطوا فراخ او لحمة لحسب ما انتوا عايزين دلوقتي هبدأ ان انا اشوح الفراخ بالشكل ده ودلوقتي هنحط البهارات حطوا البهارات اللي انتوا بتحبوها انا هحط رشة ملحة رشة فلفل اسود رشة كمون ورشة قصبرة نشفة البهارات اللي انتو بتحبوها حطوها ودلوقتي هنشوح الفراخ كده على نار عالية لغاية لما تستوه معانا تستوه كويس جدا بتكون معانا بالشكل ده خلاص كده الفراخ استوت هنقفل عليها بقى نار البتجاز ونسيبها على جنب على منامل الصلصة بتاعة البيتزا هجيب طاصة تانية وحط فيها فصين توم كبار مفرومين انا هستعمل في الوصفة دي اربع فصوص توم لو عايزين تعملوا الصلصة او الفراخ بالبصل على حسب ما انتو عايزين وهحط دلوقتي باقي مكعب الزبدة استعملت برضو في الوصفة دي مكعب زبدة 10 جرام يعني معلقة كبيرة من الزبدة حطيت نصها مع الفراخ ونص التاني مع الصلصة هنشوح دلوقتي التوم بالشكل ده وانا معايا عصير طماطميتين صغيرين او عصير طماطمية كبيرة هنحط دلوقتي على التوم بعد ما شوحناه وهنجيب شوية طمية صغيرين كده نحطهم في الطبق اللي كان فيه عصير الطماطم علشان ناخد كل كمية عصير الطماطم اللي كانت في الطبق وهنضيف دلوقتي البهارات احط رشة ملح ورشة فلفل اسود وهحط كمان دلوقتي زعتر انا حب ان احط في الصلصة بتاعة البيتزا زعتر فانا حط حوالي نص معلقة صغيرة وكمان احط رشة كمون ورشة قصبرة نشفة حطوا البهارات اللي انتو بتحبوها ودلوقتي هنقلب كده الصلصة على النار لغاية لما تتسبك وتدينا صلصة تقيلة ما يكونش فيها سوائل كتير تدينا صلصة متسبكة قوي بالشكل ده كده خلاص طبعا هي ما بتاخدش وقت ابدا لان كمية الطماطم قليلة خلاص كده الصلصة تسبكت معانا اهم حاجة يا جماعة هي تكون متسبكة كويس قوي ما يكونش فيها نسبة سوائل علشان ما تخليش البيتزا معانا طرية وتتقصر دلوقتي بعد ما سبقت الصلصة دلوقتي خلاص الحشوة بتاعت البيتزا جاهزة معانا وانا طلعت القاعدة بتاعت البيتزا من الفرن سبتها عشر دقايق لغاية لما بدأت انها تدخل في مرحلة السواء وتكون متماسكة معانا ما يكونش فيها اي سوائل وكمان تسيب ورقة الزبدة يبا هي كده جاهزة ان احنا نحط عليها الحشوة اول حاجة هنحط طبقة من الصلصة ومش لازم نحط كمية الصلصة كلها احنا بنعمل بس طبقة خفيفة كده يعني انا اتفت بنص الكمية مش اخدها كلها وبعد ما وزعتها كويس بالشكل ده هنحط بقى دلوقتي الحشوة بتاعت الفراخ هنوزع الحشوة بتاعت الفراخ كده بادينا واهم حاجة بقى واحنا بنوزع الحشوة دي ان احنا نضغط عليها كده علشان تدخل جوه العجينة العجينة لسه مستودش كويس فاحنا عايزين نسبت الحشوة بتاعت البيتزا جوه العجينة علشان واحنا بنقطعها ما تتقصرش مننا او تقع منها الحشوة فدلوقتي بنحط الحشوة بتاعت الفراخ وبنضغط بادينا بالراحة كده علشان تدخل جوه العجينة خلاص كده انا حطيت حشوة الفراخ كلها هنكمل بقى الحاجات اللي بتتحطي اضافي كده فوق البيتزا وطبعا تحطوا الحاجات اللي انتو عايزينها انا مجهزة معايا هنا نص طماط ماية ونص قرنفلفل مع الطعام وكعبات ومش ياخد الكمية كلها ناخد حاجة بسيطة كده على الوش وممكن تحطوه او لا على حسب ما انتو عايزين انا هكتفي بس بكمية الطماطم والفلفل دي مش اخدها كلها يعني هناخد حوالي ربع طماطماية وربع قرنفلفل مش اكتر من كده وهضيف كمان على الوش شريح من الزيتون الاخضر او الاسود على حسب المتاح عندكم طبعا الحاجات دي كلها اضافات تحطوها او لا على حسب ما انتو عايزين ونضغط بادينا كده علشان الحشوة تثبت معانا كده جوه العجينة وهنضيف اخر حاجة معانا بقى الجبنة الموزاريلا والنوع اللي انا بستعمله بيكون المراهي اللي في كيس ازرق وده خال من الزيوت النباتية ومناسب للكيتو دايت بعد ما حطيت اللي جبنا الموزاريلا بالشكل ده ووزعناها فوق البيتزا بنضغط بادينا كده يا جماعة لازم الخطوة دي علشان الحشوة كلها تثبت مع بعضها وبتكون معانا بالشكل ده وبعد كده بندخل البيتزا الفرن تاني طبعا الفرن لسه شغال بندخلها على درجة حرارة 180 بتقعد في الفرن من 15 ل 20 دقيقة او لغاية لما الطروف بتاعت قاعدة البيتزا بتبدأ ان هي تتحمر اول ما الطروف بتاعت قاعدة البيتزا تتحمر معانا بنشغل الشوية علشان نحمر الوش بتاع البيتزا وبتطلع معانا بالشكل الجميل ده وانا قدمتها بالطريقة البسيطة دي طبعا انا مش بحبة شيل المعجنات من على ورقة الزبدة بسيبها فوقها كده وهنجيب بها دلوقتي لقطعها بتاعت البيتزا وهنبدأ ان احنا نقطعها بالطريقة العادية خالص وده شكل البيتزا بعد مقطعناها بصراحة شكلها جميل جدا وشايفين دي قطع معانا من البيتزا جميلة جدا ومتمسكة وده شكل البيتزا معانا كمان من تحت متحمرة وجميلة جدا واهم حاجة طعم يا جماعة طعمها اكتر من رائع جربوها وان شاء الله هتعجبكم وكده عملنا مع بعض بيتزا جميلة جدا واقتصادية من مكونات بسيطة جدا من غير اي نوع دقيق من غير دقيق لوز من غير سليم من غير نشويات بيتزا لوكار بخالية من الجلوتين مناسبة للكيتو دايت والمرضى السكري المتبعين لنظام الكيتو وكمان مناسبة لمرضى حساسية الجلوتين اتمنى يكون الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وكمان ترفعوا الفيديو بتعليقاتكم الحلوة واستنى ترسلوا لي التطبيقات بتاعكم على رقم الواتساب بتاع القناة وصفحة القناة على الفيسبوك وكمان الانستجرام هحطوا لكم رقم الواتساب وكمان الفيسبوك والانستجرام في صندوق الوصف واستنى ترسلوا لي التطبيقات وبالف هانا وعافية